عندي مجموعة يمكن بدأت الحملات الانتخابية الأسبوع دو الأسبوع اللي فات كان أعلن حزب الشعب وحزب الخضر لا حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب الجدد أعلنوا عن حملاتهم الانتخابية الأسبوع دو حزب الحرية أعلن عن حملته الانتخابية بشعارات مختلفة وكمان حزب الخضر وأعتقد أنه كده إلى حد ما اكتملت الأحزاب الخمسة الأكبر في النمسا بجانب الأحزاب اللي ممكن تظهر معا مجموعة أخبار هقرها لحضرتك مع بعضها وبعد كده نعلق على الأخبار تباعا بما يخص الانتخابات خبرنا الأول بيقول بعد خمس سنوات حزب الشعب النمساوي يقدم نموزجا جديدا للمساعدات الاجتماعية خبرنا التاني بيقول حزب الحرية النمساوي يعلن عن برنامجه الانتخابي قبيل الانتخابات البرلمانية حزب النوز بيقدم مقترحات جديدة لمكافحة الفساد قبل انتخابات النمسا وبالنسبة لحزب الخضر بيركز على حماية الأرض النمساوية والطفل في برنامجه الانتخابي ومبلغ مساعدات عائلة سورية يصبح شعارا انتخابي لحزب الشعب النمساوي والنمسا تطلق موقع فال كابينا للمساعدة في قرار الانتخابات البرلمانية الوطنية وآخر خبر معايا تعلق بالانتخابات اعتقال أفغاني هدد بقتل المستشار النمساوي من خلال رسالة عبر الانستجرام أحداث حافلة يعني هي أحداث يمكن فيها اختلافات شوية بس كلها متعلقة بالانتخابات شفنا بالنسبة للحزب الحرية طبعا حزب الحرية داخل جامد جدا صورة ماسك موضوع اللاجئين والسوريين بصورة كبيرة من خلال طبعا موضوع المساعدات بنشوف برضو في تغيرات في موضوع المساعدات في اختلافات بين الأحزاب وبعضها البعض اللي كان بينادي بحاجات بدأت دلوقتي يغير في برنامجه الانتخابي عشان يقدر في النهاية الموضوع أو الموضوع الأبرز والأول في موضوع الانتخابات وموضوع اللاجئين رأي حضرتك ايه؟ تهياتي سيد زندوح تهياتي لزميع الشهادة المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا بالأسبوع الأربع وثلاثين يعني فعلا فعلا مثل ما قلنا بالأسبوع الماضي اذا بتذكر دخلنا بالجد هلا فعليا الأحزاب النمساوية معظم بدأوا يقدموا مشاريع برامجه الانتخابية بدأوا يعرضوا البلاكات أو ما يسمى اللوحات الانتخابية الشعارات الانتخابية كل واحد بيسميها مثل ما بده الأمور واضحة جدا على ما يبدو يعني حزب الحرية واضح بطريقته الكلاسيكية الحزب الاشتراكي كمان بنفس طريقته المعتادة بالتسويق الانتخابي الحزب الأوفوبي كمان بنفس طريقته حزب البير هذا الحزب الجديد للخضر محافظ على نفس الخطاب الخاص في بطول البيئة والتفاصيل هاي ولكن يعني هو حاليا النجم كما يقال حاليا هو هربت كيكل بصراحة طبعا هربت كيكل يعني قال انه نحنا حنحاول حنحاول ببرنامجنا الانتخابي نعمل لجوء صفر ان نقيم اعادة نقيم المساعدات الاجتماعية نخفف الاستغلال النمسا من ناحية المساعدات من ناحية اللاجئين اعادة هيكلة الاقتصاد العمل على تخفيض الضرائب لا يوجد ضرائب اضافية يعني برنامجه حافل بهاي المعطيات ولكن التركيز الاساسي عما يكون دائما هي على موضوع دائما صراحة اللاجئين الاجانب الاسلام السياسي بشكل عام الاقليات الموجودة يعني هذا الخطاب اللي بصراحة عم يحاول يروجه وعم يظهر دائما عم يحاول يظهر بشكله القوي مع الاسف يعني الاستطلاعات حتى الان سازم نضع 27% يعني زائد ناقص لربما ستكون اكثر من ذلك بالايام المقبلة ومتوقعين 30 على فكرة يعني يقال يعني سيحوم حول الثلاثين كما يقال يعني زائد ناقص ثلاثة تقريبا يعني من 27 الى الثلاثة والثلاثين بس يمكن يكون مبالغة فيه شوي يعني ممكن ان يصل الى حدود الثلاثين بالمئة ولكن هذا لا يعني انه ممكن يكون المستشار النمساوي لكل من عما يسمعنا ويتابعنا طبعا السيد مستشار النمساوي كارني هامر قال انه هو لن يقتلف مع حزب يرأسه هربت كيكل ولكن ممكن ان يقتلف مع حزب لا يرأسه هربت كيكل بالمقصود وانا حزب الحرية طبعا حزب الاس بي اوم حزب الحرية يعتبر يعني مغاير كليا لكل منطلقاته ولكل آلياته بالعمل فبالتالي بس انت مش شاف ان هما بيتبنوا بعض الحاجات اللي بتبنى حزب الحرية هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح جدا نعم فبالتالي فبالتالي استاذ مدوح فبالتالي الجميع اليوم عم يشتغل هو بصراحة عن موضوع اللاجئين كلامك صحيح ودقيق للغاية حزب الاس بي او عما ينادي باعادة هيكلة الاندماج تقنين المساعدات ترطب الاندماج حزب الخضر اليوم ضمن برنابج الانتخابي بيقول لك بكل وضوح بيقول لك انا بدي انه يعني بدي انه نعم نعم انه اللاجئين الموجودين على اراضي بشكل غير شرعي وحصلوا على رفض لجوء لأنه لازم 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 ينتهوا ليكو بآخر بما كانتش لغتهم مثلا فيما يتعلق سياسة اللجوء يدعو الحزب الى الوصول الفعال الى سوق العمل بس نفس الوقت عم يدعو للاندماج الفعال المعنية خلال عملية اللجوء ويؤكد على ضرورة احترام قانين مضيفا ان الاشخاص هزين لم يحصلوا للحماية بعد جراءات عادلة او ارتكبوا جرائم يجب ان يغادر النمسا مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الانسان في جميع الاحوال يعني الدولة اللي في عليها مشاكل لا يمكن الترحيل الى لا يمكن الترحيل الى مثل النظام في سوريا وما الى ذلك فبالتالي حافظ على خطابه اللي كان فيه له صراحة الخطاب فينا نعتبره الى حد ما فيه شيء من التشدد لا التشدد بصراحة هو الاوفا وبي بعد خمس سنوات حزب الشعب يقدم نموذج جديد للمساعدات الاجتماعية يعني اليوم حزب الشعب مثل ما قلنا موضوع العائلة السورية وليه اللي بيسكون السوريين على كلمة العائلة السورية العائلة السورية مع الازف اللي بتحصل على 4600 يورو بقل لكم مع باقي مساعدات اخرى تصل الى 6000 يورو صارت شعار انتخابي ليك الصورة واضحة صورة واضحة يلي عم يسمعنا ويشاهدنا 6,000 اخسرات ايروسوسيال هل هذا يرضيك هذا واضح يعني حاطيه صورة بابلر يعني صارت حملة انتخابية فعليا السوري اليوم يا أستاذ ممضوع مع الأسف يعني هو يعاني من حرب من حرب كارثية في بلاده أصبح اليوم حملة انتخابية في النفس طبعا هذه كررت في ألمانيا وفي هولندا بشكل أو بآخر ولكن ضمن وعطيات مختلفة بس لفت نظر يعني الحزب الوحيد اللي ما تكلمش عن اللاجئين واتجه لموضوع الفساد هو حزب النيوس نعم صحيح ولكن هو تكلم على اندماج صحيح وبناء بي صراحة بنفس الرؤية التي يدعو إليها حزب الاس بيو الحزب الاشتراكي يعني سنتين اندماج مكسفة لا يمكن الهروب منهم يجب الالتزام يجب يعني حضور دورات اللغة انتهاء من مستوى معين من اللغة أن يكون جاهز إلى العمل بعد سنتين ومن يرفض يحرم من مساعدات يحرم من ميزات فبالتالي بالعكس هو عنده أصلا 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 البرنامج اللي عم يتنادي فيه اللي حزب الاس بيو هو فعليا برنامج النيوس سابقا اللي كان قبل بخمس سنوات على أيام ماتيس شتولز أو شترولز تقريبا ماتيس شتولز نعم اللي كان موجود فبالتالي فبالتالي مع الأسف الشديد يعني هذا الموضوع عمل نوع من مشكلة أستاذ ممدوح وعمل نوع من هالخلل اللي الناس صارت تشوفه بطريقة شوي يعني مزعجة طبعا نحن موضوع المساعدات الاجتماعية واللي عمل على ما يبدو جدل كتير كبير كتير 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 كبير أد أكتر ما بنتخيل بالفترة الأخيرة خاصة الموضوع العالية السورية امس وقرات النبسا ميديا أطلقت استطلاع استطلاع للرأي آلات هل تؤيد حصول اللاجئين على المساعدات الاجتماعية من لحظة حصولهم على حق اللجوء أم ترى أنه يجب تقييدها 80% قالوا لك نعم نعم نريد أن نحصل على حق اللجوء من اللحظة الأولى 20% نعم 20% السيد زمدوح قالوا أنه لا يجب تقييدها فبالتالي عندك اليوم 20% هن فعليا هدول الأشخاص اللي سهموا معنا طبعا هذا استطلاع يعني حصل على أصوات كتير واضحة صراحة كتير كبيرة شوف الرقم اللي عم يشاهدنا 839 مشارك 839 مشارك اليوم عما يقلك نحنا بدنا 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 أنه هذا لاحظ 600 679 شخص بيقلك نحنا بدنا أنه نحصل على المساعدات الاجتماعية ولكن مقابل أنه 21% 161 صوت يعني الأصد اللي بدي أقوله اليوم كتير من اللي عم يشتغلوا هن بدهم بدهم أنه يكون يعني في عندهم في عندهم شيء من التحفظ يعني التحفظ والمساعدات وتقنينة نعم وتقنينة يعني بغض النظر هدول يا سيد الكريم بيمثلوا اليوم بيمثلوا حزب الأفوبي بيمثلوا الحزب الحرية يعني بقول لك أنه حتى هدول يمكن إذا بنقول لهم سؤال هل يجب إيقافها بقول لك نعم يجب إيقافها في ناس بتنظر أنه أي حدا بيحصل على المساعدات الاجتماعية هو عم ياخد من جيب والخاص أنا عم بأخد من جيبتك ومن جيب فلان ما بيعرفوا أنه هذا من نظام المساعدات الاجتماعية هو نظام موجود يكفل حق كل من يعيش في النمسا في حال كان عنده مشكلة في العمل هو جاء جديد وليسه ما اشتغل وهذا الكلام كله ياته نظام الاجتماعي معمول للمحن مش للاستغلال لا لن نفرق باللدنين فبالتالي المحن يوجد شرطة تحقق به سيد الكريم لا لا أنا بقول المحن لما تقولي أنت على الاستغلال فبالتالي 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 سيد الكريم كل من جاء على النمسا وجاء إليها هو فعليا يريد أن يحصل يعني من حقه أن يحصل على هذه المساعدات ما دام ملتزم بقوانين الاندماج والأنظمة والمواثيق المنصوص عليها في الدستور النمساوي ضمن شرعة حقوق الإنسان بس هو المقصود منها أنه ما بقاش على طول يعني هو ما يفضل ما يفضلش في نظام المساعدات مدى الحياة فبصراحة وقته معين هو تقنين الوضع ده ممتاز نعم فبصراحة يعني حملة الانتخابات يعني كتير اليوم صارت بأوجة يعني لاحظ الصورة هلا طالعا هربت كيكل طبعا هو هلا اللي متصدر بيضل عنا مثل ما حكينا أنت سألتني عن موضوع حزب النيوز حزب النيوز ما زال يعني يقدم مقترحات جديدة مكافحة الفساد قبل الانتخابات ويريد وأن كان بيطارب بتقليص المبالغ المالية اللي بينفقها الأحزاب في الحمالات الانتخابية خمسين في المئة يعني إدارة ديون قضايا التعليم وهو تناول موضوع الديون وقضايا التعليم بمجموعة الإصلاحية الثالثة إضافة لموضوع مكافحة الفساد اللي طرحها سابقا وشو طالب هنا فيه نقطة هامة جدا طالب فيها حزب النيوز شو قال لك قال لك من بين النقاط سيتم طرفها تقليص تمويل الأحزاب السياسية بالنسبة خمسين بالمئة وتوزيع مئتين ربين مليون يورو على مستوى البلاد لهذا الغرض وهو مبلغ تعتبره معينة الريزينجر مبالغ فيه وتقترح تحويل الأموال موفرة إلى دعم حقيقي لوسائل إعلام مما تراه مساهمة في مكافحة الفساد دائما الإعلام سيد الكريم ينظر له على أنه السلطة السابعة أو السلطة الرابعة عفوا السلطة الرابعة اللي هي بتراقب المجتمع وبتراقب الفساد وبتراقب السياسي وبتراقب المؤسسات وبتراقب كل آلية العمل وبتراقب السلوك وبتراقب المجتمع هذا هو شغل الإعلام فيه ناس بتقول لك الإعلام هو عبارة عن عنصر مخابرات أنا أقول لهم صحيح الإعلام هو عنصر مخابرات على المجتمع ولكن عنصر مخابرات بناء يكشف الحقيقة يوضح الخفايا يقرأ ما بين السطور كما نقوم به الآن في قراءتنا الأخبارية طبعا موضوع الانتخابات احنا نتناوله بشكل مفاصل في الأيام المقبلة بس محتاج منك تعليق على الخبر بتاع اعتقال أفغاني هدد بقتل المستشار النمساوي من خلال رسالة عبر الانستجرام ومكان الراجل الأفغاني ده الراجل ده اترفض في المرة الأولى بعد لقاءه يعني الأول في المحكمة بعدين عمل استئناف وخاتح حماية بس هي حماية مؤقتة نعم صحيح شايف تهديد حد وانت موجود عند دولة بتهدد رئيس وزراءها وانت عايش جوا الدولة دي يعني هو شيء موسف انه صراحة نشوف خبر من هذا النوع ولكن الفكرة هي الموضوع انه هذا كله بيصب ضمن ضمن فكرة الحالة الحملة الانتخابية يعني عبارة عن واحد كتاب لك تعليق ولا عمل لك شغل راح اشتاك راح عمل له عملوله قصة وإعلام وعملوله كذا واستغلوا بس ده تهديد طب افترض افترض وصل حاجات الانتخابات المرشحين ببصه الناس سيد الكريم يعني هون العملية مراقبة بشكل دقيق للغاية ولا يمكن اختراق المنظومة الأمنية للعديد من السياسيين خاصة يعني مع سيد رئيس وزراء اليابان ذبح وسط الحملة الانتخابية يعني هداك يعني ممكن براح نقول شي فالأصد انه اكيد بس يعني بقصد هذا الكلام من حالة حالة الاستعطاف طبعا الشارة النمساوي يعني قال انه حزب الشعب الانتخابات النمساوي مكافحة اسلام السياسي ومحاصرة اللاجئين وتصعيب الجنسية يعني هاي هي كانت من ضمنه فمن دالي هي موضوع اللاجئين ومشاكل الاسلام السياسي انت توصد موضوع السفزازي نعم يعني بقصد انه هو ضمن مشروعه الانتخابي اللي اللي عما ينادي فيه قرارا وتكرارا يعني فبالتالي الموضوع هنا صراحة يطول جدا طيب خلينا ننتقل طبعا نقطة معلشي لو سمح نقطة اخيرة طبعا كل اللي هلا النمساة تطلق موقع فالكابينة بممساعدة في قرار الانتخابات البرلمانية الوطنية طبعا هذا موقع ممتاز جدا لكن هنفتحه امامكم هلا لاحظ الله مثلا اللي بمكن هون اللي فاتح بامكانه انه يحاول يعمل مجموعة اسئلة بنسئل مجموعة اسئلة فمن خلال الاسئلة الموجودة هون بصير بيعرف انه هو كيف ممكن كيف ممكن يختار حقه الانتخابي يعني فبالتالي شايف عدد من الاسئلة زي سولتان من دي السخر شوف اول سؤال احنا حاول نعمل نحاول نعمل ترجمة عربية ينبغي ان يكون واحدا بدل من الحد الادنى من الامن الدخل الاساسي هل المشروع تقديمه غير محدد لا نعم يعني لاحظ انت بتعمل عدة اسئلة مثلا بتعمل عدة اسئلة قديش مهتم بالموضوع قديش مدى اهتمامك بناءا على ذلك بناءا على ذلك بيساعدك بمجموعة اسئلة بمؤلفة من 25 سؤال مؤلفة من 25 سؤال بيقلك انت شو الحزب الافضل لا توجه هاك حتى حتى تنتخبه يعني بعيدا عن انت توجه هاك الاديولوجي بيمكانك انت من خلال هاي المعادلة انك انت فعليا يعني بالضبط ومكان الموقع ده اشهادة بير الصحافة لانه استخدم في انتخابات اتحاد الطلاب نعم في مرحلة من المراحل الكلام ده كان تقريبا سنة 2011 و2013 يعني موقع عريق انا بادعو كل شخص عما يشاهدنا ويتابعنا انه يزوروا يكون محتار هو موجود بالخبر هو اسمه بيمكانه ان يزوروا طبعا منشوره على الانفوغرات كل تفاصيله ويمكانه ان يزوروا ويشوفوا ويشوفوا كيف مناخد الانتخابي كيف ممكن انه يوافقوا بالموضوع طيب ده بالنسبة طبعا للناس اللي هما كانوا بيسألونا كتير انه حزب اقرب نختار الحزب ايه عن طريق الاسئلة دي ممكن يتوجه بصوته الانتخابي للحزب اللي يكون موافق لافكاره